الأوزاغ وهي جمع وزاغة من الحشرات المؤذية بل إن النبي عليه الصلاة والسلام وصفها في بعض الأحاديث بأنها فويسقة من شدة أذاها وأيضاً كرهيتها لأهل الإيمان وهذا واضح في الحديث كان ينفخ على إبراهيم يعني ينفخ النخاء النار لما أوقدت ينفخ على إبراهيم فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلها وقال كان ينفخ على إبراهيم يعني ينفخ النار فهذا نوع من الأذى الذي في الأوزاغ ولها أنواع من الأذى قد لا يعلمها الناس وقد تؤثر على صحتهم ولا يدرون تؤثر على عافيتهم ولا يدرون تؤثر على أولادهم ولا يدرون ويتكثر في البيوت وكثير من الناس يتركها تتحرك كما شاءت وتتكاثر في بيتها كما شاءت لا يتعرض لها مع أنها خطيرة عليه ونبينا عليه الصلاة والسلام أمر بقتلها وأمره بقتلها هو باب من أبواب دفع الأدى ودفع الضرر الذي يحصل بها لا يظن أن الإنسان أن هذه الأوزاق لا مضرة فيها فيها مضرة ولم يأمر بقتلها عليه الصلاة والسلام إلا لشدة مضرتها بل إن النبي عليه الصلاة والسلام من حتى على قتلها الرغب في قتلها بالضربة الأولى بالضربة الأولى مثل ما في حديث أبي هريرة من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسن في الرواية الأخرى كتب له مئة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك هذا ترغيب في يعني أن يحسن الإنسان ضربها وقتلها من أول مرة من أول مرة فهذا القتل في حسنات وتتفاوت بحسب القضاء عليها إما من الضربة الأولى أو الثانية أو الثالثة تفاوت الأجر وهذا كله دفعا لشرها وتخلصا من أذاها